عدانة الولايات المتحدة الأفعال التي ارتكبتها حكومة إريتريا بما في ذلك اعتقالات الأفراد لممارستهم حرية التعبير أو الدين أو المعتقدات والتجمعات السلمية وأنها أيضا لا تزال تشعر بالقلق بشأن تورط دورة إريتريا في السراع في إقليم تقرائي شمال أثيوبيا وأن القوات الإريتريا ارتكبت انتهاكات في حقوق الإنسان كعمليات القتل التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي ويتضمن أيضا ضد الأطفال وهذا يأتي بعد تقرير من المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا والتي قال فيها أن السبب الرئيسي للانتهاكات لحقوق الإنسان هو الخدمة العسكرية الغير محددة في إريتريا وكما أشار التقرير أيضا إلى أن الجنود الإريتريين قد ارتكبوا فضائع في حق شعب تقرائي كالاعتداءات الجنسية الجماعية ومذابح أثناء غزوهم لتقرائي وبالتحالف مع قوات وميليشيات أثيوبيا ترجمة نانسي قنقر